لماذا جاء المسيح من عند الله؟ الكلمة صار جسداً وحل بيننا جاءنا المسيح لكي يعلن لنا الله بدون تجسد المسيح ما كان في الإمكان لأي إنسان أن يعرف الله إطلاقاً فالله روح من ذا الذي يستطيع أن يصل إلى الله الروح ليعرفه طب وأنا أنا إنسان مادي محدود ذهني تنجس بالخطيئة بص يا حبائي المصريون القدماء كانوا أحكم ناس على وجه الأرض لما تركوا لأذهانهم المجال وهم أحكم ناس على وجه الأرض علشان يتخيلوا أليهتهم كل واحد فيهم قال يطرى الله اللي بعبيده ده أو إله اللي أنا بعبيده ده شكله إيه أقصى حاجة جابتها أذهان المصريين أحكم ناس على الأرض شوية حيوانات وطيور فكل واحد عمله حيوان أو طير وهيأ له تمثالاً وقال هو ده إيه؟ هو ده إلهي فأقصى حكمة عند الناس تصور الإله على هيئة حيوان أو طير أو زحفات أو زواحف أو دواب لكن يا حبائي ما كناش نقدر نعرف الله إلا عندما يعلن عن نفسه هل أعلن الله عن نفسه؟ طبعاً افتتاحية هذا الإنجيل تقول لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة وكان الكلمة الله برضو الكلمة الله لكن مين فينا سمع الله ولا شاف الله ولا عرف الله؟ لغاية ما يقول لي والكلمة صار جسداً وحل بيننا ذات هذا اللفظ اللقب اللي أبتدي به اللقب الأول هو الكلمة يقول لنا عبرانين واحد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة دي لخصنا العهد الأديم كلمنا في هذه الأيام الأخيرة ده كل العهد الجديد في ابنه من هو ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء المسيح هو الكلمة فوصل إلينا المسيح لكي يعرف الله بدون الكلمة من ذا الذي يستطيع أن يعرف الله ظل الله في أذهان البشر أنه غائباً عن الساحة هو يسكن في الضباب من يعرفه يقول أيوب من يعطيني أن أجده أروح له فين من يوصلني لي لكن أريد أن أقول أيوب بعدما أعلن في العهد الجديد أن المسيح وصل إلينا ما عجزت عنه يا أيوب قد تممه المسيح فالله وصل إلينا قال إشعيا عنه هيكون اسمه عم نؤيل اللي معنى اسمه الله الله معنى وصل إلينا فإن كان الإنجيل في قسمه الأول من عند الله خرج جاي يعمله يعلن لنا من هو الله وإلى الله يمضي راح يعمل إيه بعدما أتم العمل سيذهب إلى السماء في وضع جديد باعتباره ابن الإنسان ويا أحبائي لو هنتكلم عنه باعتباره ابن الله فقط دون تجسد لم يحتاج ينزل من السماء ولم يحتاج يطلع للسماء لأنه هو مالي الكون ومالي كل مكان لا حدود له في اللهوت لكن جنة باعتباره ابن الإنسان ويصعد للسماء باعتباره ابن الإنسان جاء في الجسد باعتباره ابن الإنسان لكي نستطيع أن ندرك الله نرى الله فقال من رآني فقد رأى فقد رأى الآب طيب أكمل العمل هل هناك حاجة لأن يصعد بجسده أيضا؟ طبعا ذهب بجسده إلى السماء ليحجز لنا مكانا كجنس البشر فهو دخل السماء كسابق لنا لو لدخول بالجسد إلى السماء ما كان في الإمكان لأنا ولا أنت ولا أي واحد أن يصل إلى السماء موسيقى